وفي أن يشفق أيضا وزير المالية التركي نراقب عمليات التهرب الضريبي قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك إن وزارته تراقب عمليات التهرب الضريبي وفي تصريحات للانضول تحدث شمشك عن الجهود المبذولة في مكافحة التهرب الضريبي بالبلاد وأشار إلى الحاجة إلى إرادات إضافية لخزينة الدولة بهدف توظيفها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير شباط الماضي مشيرا إلى أن حجم الضرر الاقتصادي للزلزال وصل إلى 104 مليارات دولار وأوضح أن وزارة المالية اتخذت سلسلة من التدابير المتعلقة بالدخل في سبيل إزالة الأعباء المالية للكارثة مثل هذه حيث قامت الوزارة بحسب شمشك بإعداد الميزانية التكميلية وبشكل فوري ومررتها على البرلمان وقال لا يكفي إعداد ميزانية واتخاذ تدابير للدخل حيث إنه من المهم جدا مكافحة الخسائر الضربية والتهرب الضريبي وشدد أن الوزارة عززت ضوابطها على الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية بجانب ترسيم أعمال الجباية اشتركوا في القناة